جدل بين القوى والأحزاب السياسية العراقية عنوانه الرئيس إخراج القوات الأمريكية من العراق بعيدا عن مواجهة ترد الأوضاع المعيشية والخدماتية في البلاد جدل تصاعد منذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة لقاعدة عين الأسد ليلة العام الجديد وتأكيده أهمية الوجود الأمريكي هناك لمراقبة إيران أريد أن أراقب إيران كل ما أريد هو المراقبة لدينا قاعدة عسكرية هائلة ومكلفة في العراق وهي تقع في مكان مثالي للغاية لمراقبة الوضع في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط المطربة بحيث إذا وقعت مشاكل أو أراد أحد تصنيع أسلحة نووية أو أشياء أخرى سنعرف قبل أن يفعلوا ذلك وتقدم خمسون نائبا من تحالف الفتح وإتلاف دولة القانون المحسوبين على إيران بطلب في البرلمان لمراجعة اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الموقع عام 2011 الوطنية والسيادة ومقاومة الاحتلال شعارات دندن عليها حلفاء إيران ومع ذلك فشلوا في حشد أغلبية مساندة لمساعيهم تلك مقتدى الصدر زعيم تحالف سائرون اشترط من أجل ذلك إجراء انسحاب متزامن لكل القوات الإيرانية والأمريكية والتركية والإيطالية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبر آلاف المدونين العراقيين عن رفضهم واستنكارهم لدعوات الانسحاب الأمريكي مؤكدين أن إيران هي من يقف وراء هذه الدعوات أمر طبيعي من جانب إيران في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها ومنطقي لميليشياتها الإرهابية بعد مطالبة واشنطن حكومة عادل عبد المهدي بنزع السلاح عن سبعة وستين تنظيما مسلحا في صدارتهم الحشد الشعبي ولما لا وإيران ومعسكرها لا يزالون الطرف المعرق لطوال أربعة أشهر تقريبا لإتمام تشكيلة الحكومة العراقية ويعد الوجود الأمريكي في العراق مهما وضروريا في حفظ الأمن ومحاربة فلول داعش في وقت أكد فيه جوي هود القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق أن وجود قوات بلاده إنما بدعوة من الحكومة المحلية وأنها ستغادر إذا طلبت الأخيرة منها ذلك وقبل أيام جاءت زيارة وزير الدفاع الأمريكية بالوكالة باتريك شنهان للعراق لطمأنة بغداد حيال مستقبل القوات الأمريكية وتنسيق الانسحاب من سوريا عبر الأراضي العراقية بعد قرب تطهير آخر جيب من جيوب داعش في شرق سوريا العراق معني بهذا الأمر لأن كثير من هؤلاء المقاتلين هم عراقيين وبالتالي أيضا نحن جدا حذرين من مسألة التسلول وعبور البعض لكن نستطيع أن نطمئن أن داعش تلقى على الحدود العراقية السورية ضربة قاسمة جدا ستؤثر على وضعه في العراق وسوريا والمنطقة قاطبة وضع يؤكد حرص الإدارتين الأمريكية والعراقية على التنسيق الكبير فيما بينهما لتتضح إجابة السؤال من المطالب بخروج القوات الأمريكية؟ العراق أم إيران؟ لبرنامج هنا الرياض شهاب شعلان اشتركوا في القناة